استقبلت مختلف الحضائق والمتنزهات الزوار خلال عيد شام النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة شهدت حديقة الحيوان بالجيزة توافد العديد من الأسر التي جاءت لقضاء أوقات ممتعة في عيد الربيع أجواء من الفرحة والسعادة شهدتها مختلف الحضائق والمتنزهات خلال احتفال الأسر المصرية بعيد شام النسيم حيث استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة العديدة من الأسر التي جاءت لقضاء أوقات ممتعة بعد رفع الحديقة لكفاءتها استعدادا لهذه المناسبات كل سنة ومصر كلها طيبة طبعا يعني برضو مناسبة هامة جدا بيحضر فيها برضو كثير من الأسر المصرية وطبعا نزلات الزراعة الحقيقة يعني قدمت كل الدعم ويعني اشتغلنا في ثلاث محاور بالتنسيق مع الوزارة والحقيقة يعني الثلاث محاور دول بيشملوا أول محور هو محور استخدام حيوانات جديدة وصحة الحيوانات ومظهرها في العرض ده مهم جدا والحقيقة الفترة اللي فاتت يعني احنا يعني وفرنا حيوانات كتير وفي حديقة الأرمان كان الجمهور على موعد مع الاستمتاع بجمال الطبيعة والأشجار النادرة التي تحتوي عليها الحديقة منذ عشرات السنين حيث تجمعت الأسر وسط حالة من الفرح والابتهاج بفرحة الأعياد زي ما حديك شايف كده كلها زرعة ونقدر نوعد هنا مع بعض عيلة بتبقى دايما بنبقى من جمعين مع بعض هنا عيلة احنا جاين هنا نتبسط ونبسط الليالة احنا بنيجي كل سنة هنا جاين مع العيلة بو وماما وليالة كلها وجاين نتبسط ونفرح وإحنا أصلا كل سنة نيجي هنا يعني احنا بنحب نيجي دايما في يوم شام النسيم هنا في جنينة الأرمان لأن مكان جميل وكله خدرة وحاجة جميلة جدا جدا يتزامن الاحتفال بعيد شام النسيم وعيد القيام المجيد مع الاحتفال بقرب قدوم عيد الفطر المبارك حيث يحتفل سار المواطنين أقباطا ومسلمين بهذه المناسبات العزيزة على نفوس قلوب كل المصريين أحمد الحسيني التلفزيون المصري اشتركوا في القناة